أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع دخول الكراكة طارق بن زياد إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسيع القناة وذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة ليصل بذلك إجمالي عدد الكراكات العاملة في المشروع بشقيه إلى ثماني كراكات وخلال تفقد لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير أكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطا متسارع وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل المتابعة الدورية والمستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للموقف التنفيذي لمشروع التطوير